بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير في سورة تبارك التي بدأها الله تبارك وتعالى بحمد نفسه سبحانه وتعالى فهو الرب الإله العظيم الذي عظم خيره وبركاته وإفطاله وإنعامه فالكون كله كل ما سوى الله إنما هي خلقه وإبداعه سبحانه وتعالى تبارك الذي بليه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور هل هناك شقوق في هذه السماء التي يعني فوقنا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير لا يصل إلى يعني البعد النهائي لهذه السماوات ثم قال جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وهي هذه النجوم والشموس والأقمار جعلها جمال لها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير للشياطين وللذين كفروا بربهم معه مع الشياطين عذاب جهنم وبئس المصير ثم وصف الله تبارك وتعالى النار بأوصاف عظيمة جدا يبشع بها النار ويبينها حتى ينفر العباد منها ويعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويعلموا أنهم لم يخلقوا هنا عبثا وإنما خلقوا لإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولا يكون العمل حسن إلا بالسير في طريق الله تبارك وتعالى فهو الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وإنهى عن الفحشاء والمنكر والباغي فإحسان العمل هو طريق الرب سبحانه وتعالى صلاته المستقيم فالله يصف النار يقول عن هذه النار إذا ألقوا فيها الكفار سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ عليهم على الكفار مشتاق إليهم تريد أن يعني تفعل بهم وتفعل وهذا لها إدراكها فهي النار كل هذا جماد له إدراكه فيتعلم أن هؤلاء الكفار وهي على هذا النحو يعني مسخرة بأمر الله تبارك وتعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج يعني جماعة مجتمعة يلقون فيها كما قال تبارك وتعالى وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا زمرا جماعات جماعة يأتيها فوج فوج كلما ألقي فيها فوج ألقاهم الملائكة دزا ودفعا أو سحبا على وجوههم إلى النار سألهم خزنتها تبكيتا وتقريعا لهم خزنت النار ملائكتها ألم يأتكم نذير فيبكتونهم ويقرعونهم سؤال يراد به التبكيت والتقريع والإهانة ألم يأتكم نذير نذير يعني يخوفكم من هذه النار يذكر لكم هذه النار ويخوفكم منها وكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إنما يعني جعله الله منذرا محذرا هذا العذاب وأول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في قريش قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي وهذا يعني يكون منذر يعني إذا أنذرهم بخطر قريب سهل من خطر الدنيا عدو يريد أن يأتيكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبة قال فإني نذير لكم بين يدي العذاب الشديد أنا نذير لكم بشيء أكبر من هذا عذاب شديد ينتظر المكذبين فقال بعضهم ما قال قالوا تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا فكل رسول نرسله الله تبارك وتعالى حذر قومه من هذا لكن عجبته يقول النبي عجبته للنار كيف نام هاربها يا دياد هذا من يؤمن بها وهؤلاء لم يؤمنوا بهذا الكفار لم يؤمنوا بهذا ولم يستمعوا له فقال يقول لهم يقول الرب تبارك وتعالى أن ملائكة ملائكته خزنة النار يقولون لأهلها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى وبلى تأتي في السؤال المتضمن للنفي فتنفي ونفي النفي إثبات قد جاءنا نذير فيقرون على أنفسهم أنهم قد جاءهم نذير رسل الله تبارك وتعالى وأنبياء فكذبنا والتكذيب رد الحق يعني أنهم علموا أن ما تقوله الرسل حق لكنهم كذبوهم فيه فكذبنا الحق عرفناه ولكن رددناه وقلنا ما نزل الله من شيء افتروا هم وقالوا ما نزل الله من شيء فجعلوا الذي منزل على رسل الله تبارك وتعالى أن هذا لم ينزل فكذبوا الرسل وردوا المنزل من الله تبارك وتعالى عليه إن أنتم إلا في ضلال كبير يعني مقالتهم لرسلهم أنهم قالوا لهم إن أنتم يعني أيها الرسل إلا في ضلال كبير كما قال قوم نوح لهم يعني إن نراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين طلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ومقالة هود عليه السلام فكلهم من نسبوا رسلهم إلى الضلالة وإلى السفاهة وإلى أنهم وإلى الكذب فقد قالوا هنا قالوا كذبنا قلنا الرسل تكذبين ما أرسلكم الله تبارك وتعالى وما أعطاكم هذا الذي تزعمون أنه وحي لكم لم يكن علما أنهم يعلمون أن هذا الحق وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم يعني أيها الرسل إلا في ضلال كبير مقالة الكفار لرسل الله فإذا اعترفوا على أنفسهم بأنهم بالفعل يعني قد عرفوا الحق وردوه واتهموا أهله أهل الحق بالكذب والزور وردوا مقالة الله تبارك وتعالى وعلم مع علمهم أنها من الله تبارك وتعالى وقالوا أي يعني هؤلاء أهل النار بعد ذلك وهم في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا متحسفين ومتأسفين على ما سبق منهم في الدنيا ولكن في وقت لا تنفع الحسافة ولن ندى مرة ثانية لو كنا نسمع أو نعقل يعني لو كان عندنا سمع سمعنا سمع فهم أو نعقل عندنا عقل ما كنا في أصحاب السعير فلو سمعنا كلام الرسل ولم نرده ولم نسفه وعقلنا أن هؤلاء الرسل يعني صادقون أنهم صادقون وأنهم جاءوا بكلام عظيم من الله تبارك وتعالى وأن وراء التكذيب بهم أمر كبير جدا وراء التكذيب بهم الدخول في نار هم وصفوها بهذه المواصفات ووراء الإمام بهم دخول جنة الله تبارك وتعالى ما كان عندنا عقول نميز هذه ونقدر هذا الكلام وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما كنا ما صرنا إلى ما صرنا إليه وأن نكون في أصحاب السعير أصحابه يعني الملازمون له أو كأنهم مالكوه السعير النار المشتعلة يعني ما كنا ملازمين لهذه النار باقين فيها لو كان عندنا في الدنيا سمع أو عقل قال جل وعلا فاعترفوا بذنوبهم هذا اعتراف منهم بذنوبهم والاعتراف هو أعظم الأدلة سيد الأدلة أن يعترف المجرم بجريمته فهؤلاء اعترفوا بجريمتهم لكن اعترافهم بهذا الإجرام لا ينفعهم وقت الآن ما عاد ينفع لو أنهم اعترفوا بهذا في الدنيا وأنهم كانوا مكذبين وطلبوا من الله الإقالة واستغفروه سبحانه وتعالى لا غفر لهم بهم يجرد رجوعهم إلي في الدنيا لكن اعترافهم بهذا الذنب وهم في النار لا يفيدهم قال جل وعلا فاعترفوا بذنوبهم اعترفوا بذنوبهم ولن أنهم قد جاءهم نذير وأنهم كذبوا هذا الرسل وأنهم قالوا ما نزل الله من شيء وأنهم قالوا لرسلهم إن أنتم يعني أيها الرسل إلا في ضلال كبير فاعترفوا بكل هذا كل هذا قالوا وكذلك اعترفوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بأنهم كذلك لم يسمعوا كلام الرسل ولم يعقلوه بمعنى أنهم لم يعقلوه لم يقدروه وإلا فقد فهموه وكانت لهم عقول تعيه ولكنهم يعني لم يقدروا هذا الأمر ولم يأخذوا له عدة ولم يعني يعني ألغيت عقولهم كيف كيف نكذب الرسل الذين وهم صادقون يعلمون أنهم صادقين ووراء التكذيب ما وراءه من يعني هذا العذاب والنكال والدمار قال جل وعلا فاعترفوا بذنوبهم ثم قال جل وعلا فسحقا لأصحاب السعير سحقا بعدا السحيق الأمر السحيق اللي هو البعيد ومنه قول العرب يقولون بئر سحوق اللي هي البئر التي هي يعني بعد ماءها جدا في العمق فسحقا يعني فبعدا لهم يعني بعدا لهم عن رحمة الله تبارك وتعالى وعن أن يسمع صراخهم يسمع عويلهم من تستجاب دعوتهم مهما استعطفوا وطلبوا الصفح ما يقبل فسحقا لأصحاب السعير أصبحوا أصحاب أصبحوا كأنهم ملاكوا والملازمون له والمصاحبون له أصحاب النار فسحقا لهم يعني بعدا لهم وهلاكا لهم عن يعني عن أن تنالهم رحمة من الله تبارك وتعالى بعد ذلك ثم قال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير هذا القسم الآخر من عباد الله تبارك وتعالى دول عباد الله المنتقين قال جل وعلا إن بالتأكيد الذين يخشون ربهم بالغيب الخشية خوف وتعظيم يعني يخافونه ويعظمونه سبحانه وتعالى ويعلمون أن ما حذر يعني منه عباده حق واقع فيخافون الله تبارك وتعالى تعظيما له ويخافون منه ربهم إلههم وخالقهم ومغلاهم وآمرهم سبحانه وتعالى وملكهم بالغيب الله بالغيب لأن الله محتجب سبحانه وتعالى بكبريائه وعظمته أن تدركه الأبصار وأن يراه الخلق فالله غيب بالنسبة لأهل بالنسبة للمؤمنين لا يرونه لكنهم يؤمنون به سبحانه وتعالى يؤمنون به بإخباره سبحانه وتعالى عن نفسه ووحيه لرسله وأن هذا الرسل جاء من الله تبارك وتعالى يخبرون عن الرب تبارك وتعالى الخبر الصادق اليقين وكذلك يؤمنون به بدلائل عظمته وقدرتي سبحانه وتعالى هي خلقه فإن هذا الخلق كله دال على الله تبارك وتعالى كل ذرة في هذا الوجود تدل على الله تبارك وتعالى هي دالة على الله أولا شاهدة بأن ربها الله تبارك وتعالى أن الله خالقها لأنه لا يمكن لذرة أن تخلق نفسها وأن توجد نفسها فمن الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة إلى كل مخلوق نملة ذبابة فيل كل مخلوق شجرة ثمرة كل مخلوق في هذا الوجود إنما هو شاهد يعني على عظمة الرب وجلاله سبحانه وتعالى وأنه موجد هذا الخلق ومسيره ومدبره سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين آمنوا بربهم آمنوا بربهم بما شاهدوه من آياته المنظورة وكذلك بما يعني شاهدوه بآياته المتلوة سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى بذاته غيب ولكنه سبحانه وتعالى أقام كل هذه الشواهد عليه سبحانه وتعالى تشهد له تشهد له شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم فشهدته لنفسه سبحانه وتعالى بوحيه وكذلك إخباره عن شهد ملائكته وكذلك إخباره بأن كل هذه المخلوقات شهدت الله قال فالذي يدل على الله هذا الله تبارك وتعالى هو أعظم معلوم وأعظم الوجود كله سبحانه وتعالى وهذا ظهور الله تبارك وتعالى أكبر من ظهور كل أمر ظاهر فكل هذه المخلوقات شاهدة لربها سبحانه وتعالى شاهدة ابن وحدي ثم جاءت شهادة الرسل ثم شهادة الله تبارك وتعالى نفسه بما أنزله على ألسلة الرسل فهذا القرآن أعظم دلال على الله تبارك وتعالى حديث عن الرب كله جل وعلا عن أسمائه وصفاته وأفعاله وإكرامه وأمره ونهيه سبحانه وتعالى فالله غيب لكن كل هذه دالة عليه سبحانه وتعالى فالذين هؤلاء الذين يعني يخشون ربهم بالغيب قال جل وعلا لهم مغفرة وأجر كبير أما الذين يخشون ربهم بعد أن شاهدوا عذابه فإن هذا خلاص أصبح الأمر بالنسبة إليهم يعني معاينة بعد أن شاهدوا العذاب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لذنوبهم لذنوبهم بشرى من الله تبارك وتعالى أن ما ارتكبوه من الذنوب فإن الله تبارك وتعالى يغفروه يستره سبحانه وتعالى فإن كان قبل الإسلام وأسلموا يغفره الله تبارك وتعالى وإن كان بعد الإسلام مما ارتكبوه فإنهم بتوبتهم ورجوعهم من الله تبارك وتعالى يغفره الله تبارك وتعالى وإن ماتوا موحدين وكانت لهم ذنوب فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني أن يغفرها لهم غفرهم وإن شاء أن يعذبهم عذابا دون عذاب الكفار ثم يخرجهم من النار كان هذا لهم سبحانه وتعالى لكن أهل خشية الله هم أهل تقوى يخافون الله تبارك وتعالى وابلذلك يتقون محاربه سبحانه وتعالى فهولئ لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير الجنة أجر ثمن لكل عمل عملوا ولو مثقال فر فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه سيأجر عباده المؤمنين بكل فعل خير فعلوه ولو كانت نية وقصد فقط يعني لو كان مجرد إنه مجرد نوى نية من الخير وإن لم يعملها فإن الله يكتبها له حسنة الكابل كما في الحديث إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم قال الله لملائكتي فمن هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة الكابل فإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كابلة إن رجوعه عن السيئة هم بالسيئة لكن رجع عنها فهذا لا حسنة بالرجوع وإن كان رجوع عن الشر وهو عمل كما يقال عمل سلبي لكن مجرد رجوع عن الشر يصبح عمل إيجابي وخير وتكتب له حسنة كابلة قال الله إنما تركها من جرائي فإذا تركها مخافة الله تبارك وتعالى فتكتب له حسنة كابلة فإن عملها فاكتبوها له سيئة واحد فإذا نوى السيئة وعمل السيئة لكن تكتب عليه واحدة ولا تضعف السيئات فهذا أمر الله تبارك وتعالى ويأجر الله تبارك وتعالى عبده المؤمن على كل فعل فعله ولو كان مثقال ذرة من الخير إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعف ويتم لدنها أجر العظيم فهذا من كتابة الحسن أما الأجر عليها فهذا أمر ما يعني لا مناسبة بين العمل وبين الأجر ما في مناسبة إلا أن هذا فضل من الله وإحسان وإلا فما عمل العامل عمل العامل أنه بيعمل كام ساعة في اليوم يعني بيعمل له أربع ساعات خمس ساعات كل أعمال الدين يعني ممكن أن يؤديها الإنسان في ساعة في اليوم والليلة كالصلوات الخمس وما أمر الله تبارك وتعالى به أن يؤدى بعد ذلك لكن إن الإنسان يقوم يعني مثلا يسبح تسبيحة سبحان الله كلمة سهلة على اللسان فيكون الله تبارك وتعالى يعطيه في الجنة ما يعطيه نخلى في الجنة نخلى في الجنة والنبي وهذه الموضع في الجنة موضع صوتي أحدكم يقول النبي موضع صوتي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه أفضل من كل الدنيا فهذا لو أن إنسان قيل له اشتغل ساعة ساعة واحدة اعملها في عمل وسنعطيك ملك ملك من ملوك الدنيا كل ما يملكه من أرض ومتاع ومال وذهب وفضة لكن يقول يا شو هالساعة ما هذه الساعة التي فيه قابلها أجر الله أعظم من هذا أعظم من هذا المثل من إن إنسان يعمل ساعة يد إنسان يعمل دقيقة وأقل من دقيقة فيأخذ أكثر من هذه الأجر أكثر من أجر أن يعطى الدنيا كلها وما فيها فهذا أمر عظيم الجنة هذا ثواب كبير قال جل وعلا لهم مغفرة وأجر كبير من الله كبير بكل معاني الكبر والعظم فإن جنة الله تبرك وتعالى ويعطى الإنسان فيها كل ما عمل عمل يأخذ نصيب أوسع من الجنة قصور أوسع مكان أفسح متاع أكبر وأهل الجنة يتفاوتون يعني في الدرجات فأهل طبق يرون من فوقهم كما نرى نحن النجم الغابر في الأفق من بعد ما بين الدرجتين تفاضل عظيم جدا بين هذا وهذا والتفاضل إنما هو بالعمل فمعنى ذلك أن كل عامل يأخذ من الأجر والثواب بمقدار عمله أمر متفاوت عظيم التفاوت جدا ثم يبقى فيه بقاء سرمديا لا ينقطع ولا ينتهي هذا أجر عظيم جدا هذا أجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير الجنة أعظم أجر ولا يمكن أن يكون وليس هو مكافئا ولا مساوين العمل قط بل هذه الأعمال التي عملها الإنسان لا تكافئ ما أنعم الله تبارك وتعالى ليه من نعم في الدنيا فنعم الدنيا أعظم من يعني العمل الذي يقوم به العبد في هذه الدنيا فصلاته وصيامه وزكاته وحجه لا تكافئ النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى به لا تكافئ نعمة واحدة وهي نعمة البصل فكيف بالسمع كيف بالقوة كيف بالرزق كيف بهذه الإنعام العظيم جدا الذي أنعم الله تبارك وتعالى به على العبد في الدنيا عمله دي لكن الله تبارك وتعالى هو يعني المتفضل الكريم سبحانه وتعالى وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء كتب الله عز وجل لأهل الإيمان الأجر عليه والأجر يعني اللي هو يعني عظمه من عظمة الرب لأن الرب عظيم سبحانه وتعالى وغني وواسع وعليم فإنه يعطي هذا العطاء الكبير الذي هو يعني يتناسب مع عظمة الله تبارك وتعالى ومع إفضاله وإنعامه وإحسانه وهذا إفضاله لأهل طاعة لذلك المحروم الحرم فضل الرب سبحانه وتعالى هذا الكافر حرم حرم فضل الرب العظيم سبحانه وتعالى وذهب بنفسه إلى هدى فهذا المحروم بالفعل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ثم قال جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به سواء عند الله تبارك وتعالى إنه عليم بذات الصدور يعني علموا أن ربكم أيها الناس وإلهكم سبحانه وتعالى وخالقكم رب يعلم كل أسرار فلو قلتم قولكم معلنين به ولو أسررتموه سواء لا ليس هذا المعلن هو يعني أيسر على الله تبارك وتعالى سماعه وهذا السر أخفى على الله لا بل ما كان سرا وما كان جهرا سواء عند الله تبارك وتعالى والله يعلم ما هو أكبر من السر وهو ذوات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به كما قال تبارك وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به يعني سواء عند الله تبارك وتعالى فهذا يعلمه هذا يعلمه سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار من هو مستخف بالليل ممن هو ظاهر في النهار ومن هو سارب سارب بالنهار يعني داخل في السرب مختف بالنهار وظاهر بالنهار كله عند الله تبارك وتعالى سواء فكل هذا الوجود تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصري لا يغيب عنه سبحانه وتعالى عن علمه عن سمعه وبصري ذرة من هذا الكون واسروا قولكم أو اجهروا به إنه الرب الإله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور قيل ذات الصدور ذات الصدر يعني مكنوناته ومحفوظاته والصدر فيه القلب والقلب محل القرار ومحل الفكر ومحل الهم ومحل يعني العقل فكله في الصدر فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والإنسان قد يكون له أسرار في قلبه لم يظهرها لأحد ما أخرجها على لسانه وما خاطب بها أحدا من خاصته وإنما هو سره ويعني المكتوم الدفين الله عليم به سبحانه وتعالى هذا السر الذي كتمه يعني صاحبه عن كل أحد ولم يفصح به لا كتبه كتابة ولا قاله شفاها ولا أخبر به أحدا الله عليم به سبحانه وتعالى بل تقلبات القلب يعني خواطر الإنسان المتقلبة في قلبه وهذا أم عمل دائم يعلمه الله تبارك وتعالى قل إن تخفوا ما في نفوسكم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وقال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله إن تبدوه تظهروا أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير وأسروا قولكم يعني أيها العباد أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ثم يعني أتى الله تبارك وتعالى بسؤال للتقرير قال ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير ألا سؤال لتقرير الأمر يعني ما العجب في أن الله تبارك وتعالى هو العليم بذات الصدور وأن من أسر القول ومن جهر به فالله يعلمه فيقول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق هو خالق هذا الإنسان هو الذي خلقه فخلق قلبه فخالق القلب لا شك أنه يعلم يعني عمل هذا القلب إيش عمله وماذا يرد عليه وماذا ينتهي منه ماذا يدخل فيه وماذا يخرج فيه كل هذا هذا يعني لأنه هو الذي أوجد هذا الإنسان ألا يعلم من خلق يعني ألا يعلم الله من خلق والجواب لا شك بلا لا شك أن الذي يعني حتى الإنسان لو خلق شيء وصنع شيء بيعرف ما فيه هذه الصنع فالله تبارك وتعالى وصانع وهو خالق هذا الخلق سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان ويعلم هذا الإنسان قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فهو الذي خلق الإنسان ويعلم سبحانه وتعالى ما توسوس به نفسه هذا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اللطيف اللطفه سبحانه وتعالى أنه عليم بخلقه الخبير بكل خلقه سبحانه وتعالى فهو في كل يعني الوجود يعلم ما أي سر يعلمه سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير أدركنا الوقت إن شاء الله نعود إلى هذه الآية في الحلقة الآتية أستغف الله لي ولكم كل ذنب والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم